شيماء دلول فننة فلسطينية من غزة تبدع في لوحات فنية تضع الخطوط الخارجية لها ثم تترك الطبيعة تكمل باقي العمل تقضي شيماء يومها ممسكة باللوحات التي رسمتها بأسلوب التفريخ أمام مناصر من الطبيعة إلى أن تجد أفضل خلفية تكمل تصميمها ورأى المصور الفوتوغرافي في غزة فاروق الجمل أن فن شيماء فيه تمييز وتفرد فقرر مساعدتها لإبرازه من خلال التقاط الصور الاحترافية بحاول أني أشارك في معارض كبيرة وعالمية إن شاء الله يعني وكمان بحاول أني أعمل على قدر المستطاع لوحات بتخص بلدي فلسطين وأنني أقدر أشارك فيها في معارض دولية ومعارض عنا في غزة طبعا فن شيماء فن جديد من نوعه فن مبتكر بالنسبة لإخطاء غزة المحاصر هي بالنسبة للفنانين العالم اتطلعت وبحست وشافت ولجت هذا الفن فيش منه في قطاع غزة أو على مستوى فلسطين فاشتغلت على هذا الإشي وطورت من نفسها وأنا حبيت أصلت الضوء عليها وأدعمها وسائل موقع التواصل الاجتماعي اللي هي تقريباً الإنستجرام والفيسبوك هم تقريباً بنزل رسماتي عليهم كلها أي حاجة برسومها بنزلها عندي عن صفحة على الإنستجرام خاصة في الرسم وكثير يعني عندي المتابعين بيعجب في الرسمات وعن طريقة بسوق رسماتي يعني ونرحب معنا من غزة بشيماء دلول وهي الفنانة التشكيلية الفلسطينية أهلاً وسهلاً بك شيماء يعني تعتمدين هذا الأسلوب الفني التفريخ الفني لو تضعين في المراحل التي تسبق تجسيد أي لوحة تقومين بها الصوت مش واضح شيماء هل تسمعين إلي؟ تمام الصوت مش واضح تمام عم تسمعيني هلأ؟ أه صحيح سمعت طيب شيماء كنت أسألك عن المراحل التي تسبق تجسيد اللوحة عندما تعتمد هذا الأسلوب أسلوب التفريخ الفني ما هي المراحل التي تمر بها؟ هي عبارة عن لوحات بسيطة وبرسمها على ورق وإعلام عادية وأدوات بسيطة وبفرغها برسمها بالبداية وبعدين بفرغها اللي هو بالمنشطر طبيع أو مقص حسب اللوحة وبعدين من ثم بفرغها وبعدين بأخذها على أماكن طبيعية في غزة يعني وبأصورها غاد وبتكون هيك لوحتي بنسبة إليك كملت نعم من أين جاءتك هذه الفكرة وكيف أوصلك مشوارك إلى هنا بالنسبة للفكرة هي كانت أخذتها من مصمم أزياء أوروبي وأنا حبيت أني أدخلها في رسماتي على طريق عنا وأحاول أصورها في أماكن طبيعية عنا في غزة وبما أنه كان هذا الموضوع الرسم يعني ما في حدا برسمه عنا في غزة أو في فلسطين أو تقريبا في المستوى العربي في فلسطين وأنا حبيت أرسمهم وعملهم على الطبيعة الطبيعة عام الأساسي في هذه اللوحات كيف تكيفين ربما الرسوم مع العوامل الطبيعية يعني كمان في عنا فصول هل تكيفين أيضا الرسومات مع الفصول آه طبعا صحيح يعني كل خلفية بتكون وراء الصورة بكون لها دور كبير يعني بكون منظر تاني وبتأتي لوحة أكتر يعني في فصل الشتاء إن شاء الله أنا بشتغل على لوحة حتى أصورها في فصل الشتاء إن شاء الله يعني في علاقة دائما بين ربما هذه العوامل الطبيعية وكيف تظهر الطبيعة ربما بحلالها مع اللوحات التي تقومين برسمها وبإعدادها صحيح آه صحيح في التفريغ اللي هما بصور فيها وقت الغروب بكون تقريبا أحلى حاجة في الرسمات هذا الفن كيف يمكن تطويره هل يمكن أن يصل إلى درجات ربما من التعقيد والإتقان قد لا يدركها المتلقي يعني قد لا يدرك هذا الحجم من الجهد التي يبثل لصنع لوحة من هذه اللوحة صحيح أنا إن شاء الله أنا لست مبتدئة في الرسم يعني ولكن إن شاء الله يعني رح أبدع فيهم أكتر لأنه التفريغ بالنسبة لي يعني شي ميزني عن غيري وإن شاء الله رح أبدع فيه وحامل لوحات كبيرة وبإتقان أكتر يعني لحتى أنه أقدر أكبر الفكرة على قدر يعني ما أقدر يعني على قدر ما أقدر رح أكبرها وإنت شايماء أيضا طريدين المشاركة في معارض عالمية ومعارض كبيرة عينك على ماذا بالتحديد؟ إن شاء الله يعني لقدام كثير حامل لوحات أني حقدر أشارك فيها إن شاء الله في معارض دولية ومعارض عندنا محلية هل في معارض يعني عم تفكر فيها هل في معارض محددات وفكرين فيها؟ حاليا لا بس إنه يعني عندي حلم أني أوصل لوحاتي لمعارض كبيرة وإن شاء الله أما ما فيش معارض معينة أنت تعرضين أيضا لوحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي كيف ساعدك هذا على الانتشار؟ وكيف التفاعل مع هذه اللوحات؟ يعني ما هي أبرز الملاحظات ربما الإيجابية أو السلبية التي تصلك؟ صحيح بلشت أنزل رسوماتي ورسمت البعض من المشاهير حتى يصير عندي عدد على صفحتي على انستجرام ومن هنا بدأ مشواري وصار شوية عندي تفاعل وبدأ أكتر أكتر ولما رسمت رسومات التفريغ كثير عندي المتابعين يعني أعجبوا فيهم لأنهم إشي مميز وغريب ومن هنا أنا استمرت لما لقيت فيه المتابعين أعجبوا في رسماتي وفيه حدا شجعني وأنهم كثير لقوا حاجة حلوة فأنا استمرت وإن شاء الله سأعمل لوحات كبيرة بالتفريغ وإن شاء الله ستكون مميزة طيب المصور الفوتوغرافي في غزة فاروق الجمل دعمك من خلال تصوير هذه الأعمال بصورة احترافية أولا كيف ساعدك ذلك؟ وثانيا هل يمكن أن يتوسع هذا المشروع بينك وبينه ربما ليشمل أشخاص آخرين أو لتطوير الفكرة بشكل أوسع؟ صحيح هو يعرف عن طريق برضو عن صفحتي عن انستجرام ودعمني متشاف رسوماتي وحكالي أنه لازم يعني أنا صورتها في طريق عن جوالي يعني وقالي أنه لو نصورها في أماكن لو نصورها في كاميرا وفي أشياء جودة وأحلى وأماكن أكثر يعني حلوة رح إن شاء الله تثبطه هو منها نساعدني عن طريق هيك نتمنى لك كل النجاح والتوفيق شايماء دلول الفنانة التشكيلية الفلسطينية من غزة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة